السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يعلم المصلي أن تأمينه يوافق تأمين الملائكة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين الله أكبر إذن فقد ثبت أن الإمام إذا قال في الأرض آمين قالت الملائكة في السماء آمين الإمام اللي بيصلي بينا هو عايش معنا على الأرض فأول ما بيقول آمين الملائكة في السماء تقول آمين لكن متى نؤمن نحن مع الإمام يعني الإمام لما بيقول آمين إحنا بنؤمن إمتى يطرى بنؤمن مع الإمام ولا بنؤمن بعد ما بيخلص الإمام خدوا بالكم الحاجة قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فهل معناها إن إحنا بننتظر لما يخلص التأمين ويقول آمين وما إحنا نقول آمين طبعا الكلام ده غير صحيح أمال إيه المعنى بقى فإذا أمن الإمام فأمنه معنى لها معنين يعني إذا أراد الإمام التأمين فأمنه والمعنى التاني إذا بلغ الإمام موضع التأمين فأمنه يا شيخ محمود ده كده لغز بقى عايزين نفهم الموضوع ماشي إزاي أقولك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني إذا بلغ الإمام موضع التأمين فنقوله آمين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني إذا انتهى من قول ولا الضالين على طول نقول آمين قال الإمام الخطابي رحمه الله رحمة واسعة وهذا كقوله إذا رحل الأمير فرحله يعني إيه إذا رحل الأمير فرحله يعني نسيبه يرحل وبعين نحن نرحل بعدي لا المقصود أي إذا تهيئ الأمير للرحيل فرحله ليكون رحيلنا موافقا مع رحيل الأمير واضح كده يعني بالبلد كده بمجرد ما الإمام يقول ولا الضالين نقول آمين على طول مباشرة هنقولها مع مين مع الإمام أيوة هنقولها مع الإمام بالضبط إذا نؤمن مع الإمام وفي نفس اللحظة التي يؤمن فيها الإمام طيب بعض الأئمة يا شيخ محمود بيقرأ الفاتحة ويترك التأمين لمن خلفه أو يؤمن في سره يعني بعد ما بقوله ولا الضالين بيقول في سره آمين أو ما بيقولهاش خالص تمام كده طب هنعمل إيه مش إحنا المفترض هنا إن إحنا هنأمن مع الإمام قالك لا ما تشغلش بالك هو بمجرد ما يخلص ولا الضالين سواء أمن بصوت عالي أو أمن بصوت خافت أو ما أمنش خالص إنت بمجرد ما تسمع كلمة ولا الضالين قول آمين فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه إذا لا تسقط تلك الفضيلة حتى لو أمن الإمام أو لم يؤمن في النهاية بعد ما نسمع كلمة ولا الضالين على طول مباشرة نقول آمين إذا وصل الإمام لموضع التأمين فأمن سواء أمن الإمام أو لم يؤمن فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه طب والنساء يا شيخ محمود واخدين نفس الأجر وهم بيصلوا في بيوتهم حتى لو هي بتصلي لوحدها بلا إمام ولو بتصلي مع أختها أو مع أمها أو مع بنتها المهم يعني حتى لو ما فيش إمام ومأموم وهي بتصلي لوحدها واخد نفس الأجر والثواب لو بتصلي معها بنتها أو معها أمها أو أختها بفضل الله سبحانه وتعالى واخدين نفس الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى بكيف يعلم المصلي أن تأمينه يوافق تأمين الملائكة إذا سمع كلمة ولا الضالين يقول آمين مباشرة بعدها فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذبي أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا أسطل عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميع الحسن الخاتمة اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزنين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاخ المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين وألف بين قلوب المسلمين واجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة